شكرا لك معالي الآن نستمع إلى كلمة معالي وزير خارجية مصر السيد سامح شكري سيد وزير خارجية لبيب السيد الحضور السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم أنا أشكركم على دعوتي لتلك القمة الفريدة من نوعها والحصول على الاستشارات الدائمة من جمهورية مصر العربية ونحن هنا من أجل مواجهة كافة التحديات في المنطقة وفي ذلك كان اليوم قبل أمس كان هناك الذكرى الثالثة والأربعين بين السلام بين مصر وإسرائيل والتي انعكس على العلاقات بين البلدين وهذا ما قمنا به من خلال تطبيع وتسوية العلاقات مع إسرائيل في الثلاثة وأربعين العام منصرمة من أجل تحقيق السلام للمنطقة وتلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط بين الضائع المختلفة والعلاقات الهامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى الدولتين أن يعيشوا معا سويا جنبا إلى جنب في سلام تام وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في تلك المحادثات والمباحثات ونحن نحاول في السنوات الماضية على تسوية العلاقات وتحقيق السلام المتبادل بين الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين بالمنطقة من أجل شعوب المنطقة وتعزيز سبل التعاون بين أوليات المتحدة الأمريكية والتي نشكرها بدورها لذلك التنصيب والتعاون والفهم الكامل ولذلك نحن وصلنا هنا من أجل إدانة جميع أنواع شتى وسائل العنف وأعضاء العالم الدولي سواء كانت الدول العربية المسلمين والمسيحيين وأيضا الترابط التي قد أظهرها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة ومقاومة أي وسائل سلبية أو أي تدخلات أجنبية وهذا ما صلتنا الضوء عليه مع المباحثات الأمريكية والإسرائيلية ولحماية أمننا الوطني الداخلي وفي ذلك تعزيز سبل التعاون لتحقيق السلام في المنطقة ولتحقيق سبل التعاون مع إسرائيل بخصوص الاستقلال وتحسين كافة أنواع التعاون من أجل منفعة ومصلحة المنطقة ونحن نتطلع قدما لتحقيق الفهم المتبادل في العديد من القضايا الهامة المتنوعة في المدى القصير وتلك الضغوطات والحساسيات التي تقيد التعاون الحالي في المنطقة وهذا وقت حساس علينا فعل تحقيق سبل التعاون ومصالح المنطقة بشكل نتائي فأشكركم من أجل تلك الفرصة العظيمة ومن أجل هذا الحوار الشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر